من أجل لوحة انتذكارية لشهداء كاد أن يسقط شهداء هذا باختصار ما يجري في بلدة الفرزر البقاعية منذ ليل السبت عندما حاول مناصر القوات اللبنانية وضع لوحة تخلت ذكرى شهداء البلدة الذين سقطوا في الحرب الأهلية في قطعة أرض قدمها أحد الأشخاص إلا أن الرقعة المخصصة لها تقع قرب منزل ابن نائب تكتل لبنان القوي ميشيل ظاهر أول شيء ما فيه موايف بده يصير فيه احتمال قدام البيت تسكير قدام البيت وبعدين عبقرة إذا صار أي شواز حد التمثيل بتتلفل له وبقولها خلوة عناصر غير منضبطة ما بدنا نصل لهم كان متفق على هذا الموقع وفيه موافقة من بلدية الفرزر وكان فيه معرفة من كل الأهالي الضيعة أنه لح يكون النصب في هذا المكان ولكن تفاجأنا وقت اللي بلشوا الشباب مركز القوات بالفرزر بيه الأعمال أنه النائب ظاهر رفض أو احتج نحن أول شغلي ما عمنا خبر أنه رئيس البلدية عطاهن عدم ممانعة مشروطة موافقة مشروطة أنه اعترضوا الجيران أو أصحاب العكارة بيوقفها الحادث دفع محافظ زحلي والنواب إلى التحرك فعقد اجتماع في مكتب المحافظ وكانت جولة على مواقع بديلة لللوحة مصرين على أنه هذا الموقع هو ملك خاص ونحن نستطيع أن نضع عليه هذا النصب بموافقة المالكين نحن حرصا مننا على التهدئة تجوابنا النائب ميشيل الظاهر والنائب سيزار معلوف وأنا مع رغبة محافظ البقاع اللي الاجتماع عنده أنا لن أستبق وأقول شو هو لحيكون موقف القوات النهائي ننتظر إلى ما ستقول إليه المفاوضات ولكل حادث حديث أنا كل مشكلتي يبعدوني إياه ما دخل البيت في أكتر من هيك بعض وضوح هيكل الشيء من علقه نحن جميعا متبرعين بدل تحقل التمثيل اتفقنا نحن المحافظ وشيف المواقع بعد ما عام به الزيارة الميدانية أنه المفروض يتعلق التمثيل شوي لو وراء البيت اللي عم بحكيك عنه أنا ما عندي مانع وبرحب وراحكون أول واحد رايح حط نصب تسكيري عن روح شو هادئنا وصدقني لما وقع اللي عطاهني إياها الرئيسة البلدية أنا برأيي إذا بدور في دوا بطل تسكيري صارت أكبر من تمثيل لكل طرف روايته لكن الواضح أن الأزمات السياسية تنتقل مفاعلها من الأروقة إلى الشوارع من كفر نبرخ إلى الفرزل قاصب مشترك واحد هو التوتر السياسي الذي ينعكس على الأرض من هنا من هذه النقطة في الفرزل كادت أن تشتعي الحرب أهلية لأجل تمثال حسان الرفاعي قناة الجديد